خالي من ستين ما صلاش من يوم ما الجد توفاه الله ممكن طريقة خليه يرجع تاني بحضرتك آه بسيطة اسمعي قل ليه ما بتصلي خلنا نتصارح اعتبرها جلسة مصارحة ليه ما تصلي يا خالي انت ما تحب ربنا لا أنا أحبه انت ما تحبش ربنا لا أنا أحب ربنا وفي حد ما يحبش ربنا زين ليه ما تصلي ما عارفش أنا تكاسل مثلا زين انت تتكاسل تقف بين يدين ربنا ترى الله عز وجل انت يوم تصلي تقف بين يديه أعظم عقوبة لتارك الصلاة مو انه جن نار يعني تقول لي والله هو كافر او اقول لك مسلم عاصي او كافر وبعض العلماء كفروا وخال مخلد في النار لا ليس خال مخلد في النار أعظم عقوبة ان حرم من لذة الوقوف بين يدي الله أعظم عقوبة انه لا يصلي أعظم عقوبة ان الله لا يعني وصل لمرحلة لا يريد الله ان يقف بين يديه أوصل لخالك هذا الكلام فيسمع ماذا أذاك الله وش أذاك وش سوى فيك ربنا حتى تقوله أنا ما أريد أصلي زي لو صليت يرفع عنك الأداة لو صليت هالجد سيعود للحياة وش العقلية أنت تصلي لذاتك أنت تنتقل من نفسك أنا ما أريد أصلي تنتقل من نفسك أنت تنتقل من ربنا صليت أو ما صليت لا يزيد في ملكة ولا ينقص في ملكة الله أول يقول لك صلي عشانك كل أعمال الطاعل أنت تشوفونها عشانك أنت بتحج عشان الله يغفر اذنوبك وتدخل الجنة الجنة ليست لجبريل ولا لميكا الجنة إلك الله خلقها لك أنت تتصدق عشان تدخل الجنة أنت تصوم عشان تدخل الجنة يا حبيبي وتصلي عشان تدخل الجنة وتحسب الجنة لجبريل تحسب الجنة لله جنة الله خلقها لك فأنت لما ما تصلي أنت بتنتقل من الله أنت ما تحب ربنا ياخي صلي جربوا سجد لله ياخي شكيلوا عن نفسك أسجد تعال يا رب أسجد أنا سجود لله اللهم أشكو إليك نفسي ليه يا رب أنا نفسي ما تصلي يا رب أنا نفسي تكره الصلاة يا رب أنا أتكاسل عن الصلاة يا رب أشكو إليك نفسي يا رب عالجني يا رب أنا لا أريد أن أغضبك ولا أريد عذابك اشكي نفسك عن نفسك لله الله بعالجك فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم قال الله فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم أصدق مع الله في الطلب يعطيك الله الإجابة أصدق مع الله في الطلب يعطيك الله الإجابة إحنا وش مشكلتنا؟ ما أرسل إليه ما أعرف خلاص ما أرسل زين تكراربنا يا أخي ما أرسل خلاص لا تفتح الموضوع طب أنت افتح الموضوع مع ربنا أنا ما يخصني صلي ولا ما تصلي عنك لا صلي ما يخصني أنا الله يهديك لكن افتح الموضوع مع ربنا الله أكبر يا رب أنا ما أصلي نمقصر في الصلاة يا رب جعلني مقيمة صلاة منذريتي يا رب أن لاقو على عذابك وأريد نعيمك وأريد جنتك ورضك يا رب اهديني للصلاة الله أكبر بسجودك شوف الله ما يستجيب لك يعني أنت تفكر بينك وبين ربنا عداء شخص والعياذ بالله تفكر أن ربنا يريد يعذبك ولا يرضى لعبادة الكفر إذا تفكر ربنا عز وجل يريد دخلك النار كان ما خيرك بالاختيار الإسلام ما بعث لك الأنبياء والرسل إذا تفكر الله عز وجل يريد لك أن يعذبك يفرمك يحرق كان ما أنزل لك القرآن وعلمك وأخرجك من أسرة مسلمة وإلى النهاية وجعلك تفهم القرآن الله يحبك بس صار حتكلم يا رب أنا أحبك ما أريد عذابك اهديني بهديك نحن نحتاج العفوية مع الله